السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة اليوم بإذن الله فيديو جديد غادي ندير معاكم واحد إعادة تدوير سهلا وبسيطة وكيف كان نقول ديما ضروري انها تكون رخيسة وكاتقام بتاما قليل باش نصيبو هاد واحد تقم ديال القارورات هكا نديرو في المطبخ فوق سطح العمل كيجي الشكل ديالو زويون غادي نحتاجو هاد العلب ديال الطماطم المصبرة ممكن كذلك انكم تستعملوا وعلب الحاليب المجفف هادية اللي غا نستعمل وغا نستعمل هاد المغطات هادية كانت عندي واحد القارورات هرست وحتفت بها انتم ممكن تستعملوا اي غيطة عندكم وغا نستعملوا هاد الورق هادا اللاسق وبطبيعة الحال الصباغة باللون التهابي اللي غا نستعمل انا بالنسبة الالوان كيف كان نقول ديما كتبقى اختيارية وهاد هي نفس الصباغة اللي كانستعمل ديما سافيدة بهنا يا غا نبدو نصبغو هاد الغيطاء كيقول لكم مش شرط انه يكون عندكم نفس الغيطاء ديال هاد القارورة انا كانت عندي قارورة زوجاجية وتكسرت احتفت بهاد الغيطاء انتم ماني ما كاش متوفر عندكم هاد الغيطاء ممكن تحتفدوا غيب الغيطاء ديال القارورة ديال الطماطم او اللي الحاليب المصبرة و تصبغوها باللون اللي بغيتو سافي انا كنستعمل لغا نصبغ بهاد اللون في الدكيكة تشوفو عادي نصبغو الغيطاء من الاعلى و من الجواني بهاد طريقة و منيكونو كنصبغو نحاولو ما امكن ان انا ما نديروش واحد الكمية كتير تصبغة باش من بعد ما كتبقاش ديرا واحد النقاط او لا لشكل دموع واحد دميعت مع الجوانيب سافي دبا كنحاولو ان انا لبانو لناشي شوائب من الفوق كنغطوهم و انا غا نشارك معاكم غير واحد غير واحد الشكل انا غادي نصيب ثلاثة الاحجام غا نوريكم غير في واحد الشكل باش ما يجيش الفيديو طويل انتو ما نبعد ديرو الاشكال اللي بغيتو الاحجام اللي بغيتو العدد اللي بغيتو سافي هنا كنحاول انالي نعود عليها مرات تانية باش كتش مصبغة زوينة وكتش مفينيه سافي غادي نخليو هات نشف مزيان ثم نطلقه باش نكمله ده بعد ندوزه غادي ناخده هاد العلبة هادي ديال الطعماتة من اللي عندي كنعاود نأكد انتو ما ممكن تستعملو اي علا ممكن تستعملو العلب الحالي بالمجفف سوف يوكا ناخده الصبغة وغادي نصبغ من الاعلى هاد الدائرة هادي غادي نصبغها باللون الذهبي بهذا الشكل هادا غادي نصبغها من الاعلى وكذلك غادي ندوز عليها الصبغة حتى من الاسفل لان اني مبعد فاش غا نغلف هاداك الورق مادي شو نوصلو حتى الاعلى قا بهذا الطريقة هادي هاد العلب كيكونوا عدنا كتارين ما كيلا شرموهم سوف يو بنفس الطريقة غادي نجيو من الاسفل حتى هو وغادي ندوزو حتى الشارت باللون الذهبي فوق هاداك يعني نيترا كيكنت ما كيني واحد اللون الذهبي اللي كتشوفو احنا كنعاودو انا نصبغوه باش كيعته واحد اللمعة وكيبان جديد وغادي نخليوكوشي هاد الشي نشف مزيان ضروري انهو ينشف ومبعد نطلقو باش ندوزو نغلفوه بالورق اللاسيق اللي غادي نستعمل معاكو هادا هادا هوا الغطاء بعد ما اخليتو نشف مزيان وش دراسوه انتو ما كيكاتشوفو و هذا المقبض بلاكارت يجعله 3 دراهم حتى اصبغته باللون التهابي لان اللون كان فضي لا كان متوفر عن دي اللون التهابي و سيصقه بهذا السباغة كولا سبيسيال بخمسة دراهم عند الناس اللي يبيعوا مواد البناء هذا هو الورق اللي نستعمل بالنسبة لهذا الورق يجعل 13 دراهم سيضروا لهذا كبير كي تشوفو كي تباع عند الناس اللي يبيعوا الاوانية المنزلية و هكا بشكل ديالهم بربحة البلاستيك و فيه واحد اللمعة يعني و خط بغيو تغسله يعني يتغسله واحد الغسلة خفيفة و اللي من الأحسن تقعو غير تمسحوه ره ما غيتقطعش لانكي يقول لكم رادي يربحة البلاستيك من الالة سفي هنا كدنا اخدو القارورة اللي غادي نغلفو و كنديرو العبار ديالة فوق هاد الورق و غادي نقطعو الورق اللي غا نحتاجو راكي سهل خدمة لان فيه الساق ما تحتاجو لمسدس الشام على التشي حاجة و بالنسبة لهاد الورق را فيه الوان متعددة فيه اللون الذهبي فيه الفيدي فيه اللون الازرق الاخضر البنفسجي يعني انتم ما غا تاخدو اللون اللي بغيتو سفي غادي ندورو عليه بهالطريقة كي كتشوفو غادي ناخدو هاداك الورق هنحاولو ان انا نحيدو من اللي ساق ديالو باش غادي نحيدو غير واحد الكيمياء قليلة و نبقو كاللسقو باش هكا من بعد ما غاديش يمحنمني نكونو كاللسقو شو شوية صعيب ما بغاش يتفتح ولكني غادي نبقى معا حتى نفتحو سفي بهالطريقة كي قوللكم انا غادي ناخد غادي نفتح غادي نفتح غادي كيمياء قليلة بهالشكل و سفي مبعد غادي مقان ديالغيب في الطرف واللوي و عادي مقان حييداك الغيطاء او اللي ساق ديالو من الاسفل بشي هكا تجي خدمة ديالو زوينة و يتخدم معانا بكل سهولة و كيجي سهل في الخدمة ديالو نحاولو انا ننقذو في الاول مزيان هنتو بكي كتشوفو انا مكن مصلوش حتى الحواف من الاعلى كنخلي هديك الصبغة اللي قدرت باللون التهبي كتبان من الجوانب سفي هنتو بكي كتشوفو كنحيد الغيطاء من الاسفل و كنلسق من الاعلى بهالطريقة هدي باش هكا كيتفرغ كل شي الهواء و ما كيتكون الشي هواء و كيشي شكل ديالو زوين كنحيدو الورقي بشوية و كنضغطو عليه بهالطريقة هدي را كيلسق بكل سهولة و كيتثبت و ما كيمحناش نهائيا ميكنكنو كنلسقو فيه سفي هنا كان حتى كنوصلو لهالنهاية هدا او لهالطرف و غنقطع ذاك الزوائل اللي عدنا بالمقاس مراها الطريقة السهلة دي لتغلف ديالو غير خسكم تحيدو الورق غير بشوية بشوية ما تحيدوش الورق اللاسق في مره مبعد غلي بقى يمحنكم سفي هنا كنجيو الجانب و كنضغطو عليهم زيان بشكل سق و كيتثبتو ههو ما هاد العلاب بواجدين سهلين طريقة بسيطة و كيتقامو رخاصين بزاف هدا هو الشكل ديالو هم كيجي رائع سفي هنا غدي ندوز الغطاء اللي غندير من الاعلى غدي ندوز بش نتبت فيه المقبض هدا هو الغطاء اللي عندي غدي ناخد السنتيم بش نحاول انني ندير هداك المقبض نحاولو انه يجينا في الواسط هنا انا هاد الغطاء عندي في عشرة سنتيم غدي نحاول ندير خمسة سنتيم بكل جانب من الجوانب بربعة و هدي نعاود نحسب مزيان بش هكي يتبت الغطاء و يجي في يعني يجي في الواسط يجي المنظر ديالو زوين سفي هنا كنشوف هنا عندي خمسة سنتيم و كنعلم بالقالم بها الطريقة و من بعد غدي ناخدو المقبض اللي كيديرو في البلاكارات هدا هو الشكل ديالو غدي ناخدو كذلك هاد اللي سقه هادي اسمي تاكولا سبيسيال نعاود نذكر انها كدي خمسة دراهم و كاتبا عن الدروغري غنديرو منها واحد الكيمية و غدي نلسقو هاد المقبض هادو فوق هاد الغطاء به هاد طريقة نحاولو ما امكن انه ننتبتو في الواسط و غنخليو غير كي نشوف راكي شد راسهم مزيان و نطلقو باش نشوفو الشكل نهائي للعلب هادا هو الشكل ديالهم كي كتشوفو كيجي وراقيين و كيجي شكل ديالهم غزال بزاف يعني لا شوفهم شي واحد عندكم في المنزل ما يعرفش نهائيا انهم العلب ديال الطاماتة من المصبرة او لد الحالب الشكل ديالهم كيجي راقي لاجيتوا تاخدوهم الاسوق راكيت باب وحتى من غالي بزاف هكا صيبناهم غيب اشياء متواجدة عندنا في المطبخ و اشياء كارميوها منها نحافظو على البيئة ديالنا و كذلك احنا نستفدو منها و نصيبو منها اشياء رائعة الشكل ديالهم كيجي رائع انا شخصيا يعجبوني بالزايف و كيجي شكل ديالهم انيق ممكن تديرو فيهم اي حاجة بغيتو عندهم استعمالات متعددة كتبقى على حسب الرغبة ديال كل واحدة فيكم اشي بغي اتدير فيهم و هذا هو الفيديو دياليوم بلا منزل نطول عليكم كتر و نتمنى نكون خفيفة ضريفة على قلوبكم و كيف كان قول ديما اللي بقي ما اشترك شي اشترك معي في القناة و يضغط على زر صابوني اللي بالاحمر او لا اشتراك و يفعل جرس باش يوصلوا كل جديد و شكرا الى فيديو مقبل ان شاء الله سلام صراحة صراحة ترجمة نانسي قنقر